خلينا نروح لمعالي وزير الموارد المائية والرأيي الدكتور هانيس ويلم مساء خير مع الوزير مساء خير يا سيدة ناشاة أهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب يا فاند وحضرتك طيب يا فاند الأول اليوم العالمي للمياه واجتماعات حضرتك النهاردة مع سفير التحاد الوربي والبيانة لطلعات الوزارة بيتكلم الحقيقة لفت نظري فكرة التوعية المجتمعية لاستخدامات المياه وحضرتك قلت أنه عايزين سياسات فعالة وإدارة رشيدة ليه الموارد المحدودة مائيا ياريت عبر هذه المكالمة ندي للناس تعريف بأهمية الإدارة الرشيدة الإدارة الفعالة ماذا فعلت الدولة وماذا يجب أن يفعل المجتمع الحقيقة وبدون بن جاملة وبدون تحيز الدولة الحقيقة قامت بمشروعات غير مسبوقة في مجال المياه وأنا قلت ده قبل ما أتولم الشرف مسؤولية الوزارة قلت في عدة برامج أن الدولة فعلا استثمرت في مجال المياه ما لم يحدث من قبل لعلم الدولة المصرية بأن تعداد السكان بيزيد إحنا وصلنا مية وخمسة مليون ونصبنا من مياه النيل لم ولن يتغير إن شاء الله وبالتالي لازم عشان نواجه الزيادة السكانية يتم إدارة رشيدة زي ما حضرتك مشكورا قلت وكمان ضيف على كده حضرتك التغيرات المناخية التغيرات المناخية النهاردة إحنا بيتطلب مننا مية وإحنا طبعا عاديين وعارفين الأرقام اللي بتطلب السنة دي في بداية مارس بالمقارنة بالسنة اللي فاتت في فبراير بالمقارنة بالسنة اللي فاتت بيتطلب مننا كميات مية أكثر من الأعوام السابقة لعدة أسباب الحقيقة ارتفاع درجة حرارة اللي حضرتك شايفها دلوقتي مرتفعة عن المتوسط المتعرف عليه عدم وجود أي أمطار السنة دي خلت الأراضي الزراعية طبعا تطلب مية أكثر خلت فيه طلب على مياه الشرب أكثر لارتفاع درجة حرارة وبالتالي فيه طلب على المياه أكثر وده بيسبب ضغط على إدارة المية فلازم إدارة المية تكون رشيدة لازم المواطن كمان يشتغل مع الحكومة أنا الحقيقة شايف الحكومة والدولة المصرية بتؤدي دورها في المشروعات القومية العملاقة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي في التحول للرأي الحديث في تأهيل ترع فيه بشروعات ضخمة جدا بتقوم بيها الدولة المصرية وبالتالي إحنا نعول كمان على المواطن المصري الواعي اللي طول عمره من أيام الفرعنة يحترم ويقدس مياه النيل إنه هو يستمر فيه احترام المياه استهلاك مياه بطريقة رشيدة الحفاظ على جودة المياه كمان ده اللي بنعول علي عشان كده الحديث عن التوعية الحقيقة موضوع في منتهى الأهمين وده الحقيقة كنا بنتكلم فيه النهاردة في لقاء مع الاتحاد الأوروبي وبنشتغل مع بعض وفي جزارة القرية يمكن عاملين في العام الماضي 240 ندوة على مستوى الجمهورية شارك فيه أكثر من 40 ألف مواطن أو طفل أو شاب بنتعاون مع المساجد مع الكنايس بنتعاون مع الجامعات والمدارس كل ده من أجل التوعية وتوصيل المعلومة للمواطن العادي مع الوزير يعني الدول سواء الاتحاد الأوروبي أو الدول الخارجية بتستشعر وفهمت ماذا قدمت الحكومة المصرية في هذا الإطار يعني احنا أعتقد كان في حوار سابق مع حضرتك يمكن احنا رقم اثنين أو واحد في العالم في جودة استخدام المياه الحقيقة في تدوير المياه احنا بنعمل إعادة استخدام لما يصل إلى 20 مليار متر مكعب في السنة ده رقم ضخم جدا الحقيقة والحقيقة ده له علاقة بالطريقة المحترفة في إدارة الترع المصرية ومدى يعني تحرك المياه داخل الأراضي المصرية في دائرة مغلقة بمعنى أن الترع بتنتهي بمحطة المحطة دي بترفع المية بتعالج المية الترع بتصب في مصرف آسف فالمصرف بيجمع المية وبتروح على محطة معالجة محطة المعالجة تدخها تاني في الترع فهي دائرة مغلقة المية بتدور فيها الحقيقة أكثر من مرة وده نظام مبدع جدا الحقيقة في إدارة المية وبيخلينا نتمكن من تدوير المية أكثر مرة بحيث أن احنا نقدر نغطي الاستهلاكات الحقيقة في دول كتيرة جدا بتستفيد من طريقتنا في إدارة المية يمكن ده كان واضح جدا في القاب 27 أو في مؤتمر المناخ في نوفمبر السابق في شرم الشيخ وشفنا ندوات وفيديوهات موجودة إزاي الباكستان مثلا بتسألنا لأن النظام الرأي عندهم شبيب النظام الرأي بتاعنا الهندي كمان بنستفيد منها وبتستفيد منها ففي دول شبيهة مننا في طبيعة إدارة المية الحقيقة بتستفيد جدا غير كده طبعا الجفاف اللي بياسود أوروبا في فترات السابقة خلى الدول دي كمان تبتدي تفكر في إعادة استخدام المياه والتحول إلى الرأي الرشيد أو الرأي الحديث فكل دي بتدينا الحقيقة ميزة نسبية في الخبرات المتركمة اللي موجودة عندنا مع الوزير يعني كان فيه اجتماعات سابقة مع فخامة الرئيس ومعالي وزير الزراعة ووجود حضرتك حول توفير المتطلبات المائية لمشروع الدلتة الجديدة من خلال البرامج اللي حداك بتقول عليها من المياه المعالجة وغيره يعني حدثنا عن هذا الأمر لأنه فيه ناس كثير ما تعرفش إن احنا منجيب الماء دي منين وإحنا عايزين نتوسع لكن التوسعنا مشترك بوجود مياه ونجحنا فيه المعالجة سواء في الحمام أو بحر البقر أو في مشروع الدلتة الجديدة طبعا المشروعات زي ما قلت لحضرتك مشروعات ضخمة جدا بتقوم بيها الدولة في السنوات الأخيرة يعني خلينا بس أتكلم على محو مشروع المسار الناقل اللي هو محور جنوب الضبعة ده بينقل مياه صرف صحي ومياه صرف زراعي وبيتم معالجتها بجنوب الضبعة مشروع ضخم جدا الحقيقة بنتكلم على مصار ناقل بطول 174 كيلو متر طبعا جزء منه طرع مكشوفة وجزء منه مواسير ده اللي بيطلق عليه إعلامين النهر الصناعي الإعلام طبعا في الفترة الأخيرة أطلق عليه كده بس زي ما بقول لحضرتك كده طبعا في عدد من المحطات الرفع الطاقة المعالجة فيه أو المياه اللي بيتم إيصالها إلى منطقة الزراعة في غرب الدلدة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم وده رقم كبير جدا الحقيقة بيتم فيه ده بيبين قد إيه مصر بتحسن استخدام المياه وتحسن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بطريقة آمنة وده الحقيقة يعني أهميته إنه هو بيزود الرقعة الزراعية بنتكلم على مساحات جديدة بنتكلم على خلق وظائف عمل خلق مجتمعات زراعية إنتاج منتجات زراعية ممكن يستخدامها كمان تدخل في صناعات مختلفة في مواد خام تفتح مجال الصناعات المختلفة كل دي الحقيقة فوائد بتعود بشكل مباشر وكمان غير الفوائد اللي بشكل غير مباشر اللي بتعود على المواطن المصري من مشروع زي مشروع المصاري الناقل أو جنوب الضبع أنا مشكورة جدا معالي وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلا كان معنا متحدثا عن مشروعات وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين استخدامات المياه وترشدها وأيضا التوعية المكتب